غادر البلاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بعد زيارات رسمية للبلاد أجرى فخامته خلالها مباحثات رسمية مع حضرات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكان على رأس موادعي فخامته على أرض المطار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكان الرئيس السيسي وسمو أمير البلاد عقد محادثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية كما وكان قد استقبل فخمته في قصر بيان كلا من معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وأقام حضرة صاحب السمو بقصر بيان مأدبة غداء على شرف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ترجمة نانسي قنقر